لا يوجد شخصية أو حزب أو كتلة أو كيان حالياً يمثل المكون أو طالب بحقوق المكون أو حقق هدف من أهداف المكون السني عندني مثلاً عندي عندي ناس بالسجون من 2003 لحد الآن وكوناس عندهم أوامر قضائية بطلاق صراحهم قولك الشريك من طالي مجال الشريك الآخر اللي موجود ويايا بالحكم طيب هو راح تحالف ويا الشريك على إساس تحالف على إساس تحالف ويا الشريك غير أنا قبل ما أتحالف وياه بالمرحلة الحالية والمرحلة السابقة من أقعد أتحالف وياه ويعتبر حليف غير أقدم الأهداف التي لدي أمثل مطالب الرئيسية المطالب الرئيسية والله شكلت لقلوب والله صبغت لرصيف والله راح أصلي بجرف الصخر هذه أصبح الآن الشعب العراقي شعب واعي اليوم المكون السني عنده مطالب واضحة عندي مغيبين منهم منعدهم طالب المغيبين عندي مقابر جماعية منهم منعدهم طالب التحقيقات من مقابر الجماعية عندي ناس ممنوعة ترجع لبيوتها حد الآن عندي معتقلين عندي ناس عليهم مذكرات أمر قبض متهمين بأربع أرهاب وهم يعرفون كل ذلك حجاء يوم الشيخ خميسة بإعلام التحقيقات أنا أبني المستقبل على المراحل المضت المراحل المضت لو قدمي لي شيء والله أنا أقف ويا خميس الخنجر أو محمد أو غيره كل الموجودين ولكن أنا ما عندي شيء اليوم المكون السني مجرد مشاركة وتكميل تكملة لمشاريع الأطراف الأخرى مثلا عندك رئاسة الجمهورية يشوفون منهم الجايبي صار توافق عليه صوتهم صار عليه توافق صوتهم الرئيس وزراء صار اتفاق عليه بين الكرد وبين المكون الأخوان الشيعة صوتهم ولكن من يأتيون على المكون السني هم مو أصحاب قرار ينتظرون المكونات الثانية يوافقون على واحد نفس الشيء على رئاسة الجمهورية لا 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 مو أصحاب قرار والله مو أصحاب قرار والدليل المرحلة الماضية مرحلة الماضية فالح الفياض نفسه قال إحنا من صعدنا الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان وإيران نفسه قالت أخذنا 3-0 على إيران على أمريكا إذن الناس ذولي مو أصحاب قرار وأني اليوم أنا اليوم أنا اليوم كمعارض أجي أي واحد من عندهم أنطيني برنامجك السياسي شنو أرضوا برنامجهم السياسي